اتكات معنا دين ظاهر من وحي طبعاً أجواء صيفية يلي فيها كتير من الأعراس عاكوا حلقة كل السنة إن شاء الله تكون أعراس وحياة حلوة بس الصيفية بيكتروا الأعراس بلبنان واليوم رح نحكي عن شهر العسل شهر العسل يلي فيها عليه كتير من اللغة مونجور صباح الخير صباح النور يعني إن شاء الله كل أيام الكابلز شهر عسل دايماً بس بهذه المناسبة بحب أنه دوي على أمور يمكن تغفل شوي عن الأهل تغفل شوي عن العرسين والأصدقاء كمان شو الأشياء اللي لازم ننتبه له هلأ ليش بيسموه شهر العسل؟ ولا شهر ولا شيء كم يوم هلأ هو هلأ في ناس بيعملوا شهر بس صارت كتير نادرة طديماً يمكن كمان لأنه السفر كان صعب كانوا يقضوا أوقات طويلة على الطريق بس هو شهر العسل مش لأنه خاصه بالشهر الثلاثين نعم كان الرواية بتقول وأنا برجع بقول هنا الرواية لأنه بكذا مصدر الرواية بتحدد بابل يعني مدينة بابل بتقول أنه كان العرسين وقت اللي بيتجوزوا بي العروس لازم يقدم للعريس على مدة شهر اللي هي شهر قمري من هون كمان أحطوا لون دوميال لون بيرة أو إذا بدك مشروب مصنوع من العسل وقد ما بده يشرب العريس لازم بي العروس يأمن له هذا المشروب على شهر؟ على شهر قمري على شهر قمري يعني بهيدي هون لأنه فعلا نحن كتير من ردد أمرار كتير ليه يعني تينسى شي معي يمكن لا ينسى اللي صار معه لا بس هيك ممكن هو لحتنا يكون يكون جيد مع بنته لأنه هو بي العروس اللي يقدم هذا المشروب للعريس لمدة هذه المدة الطويلة أو على الأقل هذه المدة ولكن الحلو أنه قد ما بده يشرب لازم يأمن له البي هيدا المشروب فهيدا من الأشياء يلي نحنا من قدرنا نصلى ليش تسمية شهر العسل طبعا نحنا بعد دائما نقول أنه شهر العسل لأنه لازم يكون كلياته حلو ولازم يكون فيه انسجاب يمكن مش دايما بيكون هيدا الشي مظبوط لهذا السبب نحنا لح نحكي شوية عن هيدا الأمور هلأ طب يخلص العرس كثير مثل ما بقولوا بتروح السكرة وبتجي الفكرة في كثير أمور لازم ينتبهوا للعرسين أول شغلة إذا كان العروس حابة تسافر دغري من العرس رجاء عادة السفر بفصطان العرس طبعا هذه عادة أبدا نحنا ما منحبزها ولا حتى يعني منشجعها لا من قريب ولا من بعيد لأنه سفر بفصطان العرس لا القول أنه نحن عرسان جديد بيشكل عائق أكبر بكتير على العروس وأكيد على العريس من أنه تكون شغلة حلوية فلا هالسبب سفر بفصطان العرس هلأ أكيد مش مريحة يعني بس شو العائق الثاني الممكن أول شي مش مريحة ثاني شي إذا كان حجمه كتير كبير بيزعج الآخرين ثالث شغلة يعني الريحة أو الرويح يلي ممكن تصدر عن العروس من بعد ما تكون قضة فترة كتير طويلة بهذا الفصطان يلي هو معزم الوقت ما بيكون معمول إلا من يعني مواد ممكن أنها تساعد على أنه تعطي رويح غير جميلة وهي شي كتير منقدر نشوفه فبالطيارة كمانا فيها تكون عم تزعج الآخرين أكتر بكتير من أنه هني صاروا مفسوطين فيها تحت طرحة صغيرة فيها تستعيد عن هيدا الموضوع فيها تضلحها من البوكات تعمل اللي بداية بس الفصطان يعني إذا عبالت بينا أنه هي عروس مش مشكل صحيح ما ضروري بس الفصطان يلي هو يبين على هيدا الموضوع نحنا بخارج الإتيكات منشجع أنه السفر ما يكون ضغري بزيت الليلة لحتى أنه يعطوا لحاله وقت أنه يرجع يحضروا حاله منيح يعني فيه يكون تاني نهار يستحصن أكتر بكتير من أنه يكون بزيت الليلة إلا إذا كانوا كتير منطرين طبعا هيدا أمور تفصيلية أو هيدا أمور تحضيرية هني بيقرروا ولكن من بعد الخبرة اللي بتوصلنا منقول أنه يستحصن تسافر تاني نهار مش أول نهار هلأ بدي أحكي على شيء اسمه هانيمون رجستري يلي هو إذا بديك قريب لليست مرياج في كتير أشخاص بيستعيدوا عن الليست مرياج بشيء اسمه هانيمون رجستري أو إذا بديك يعني دليل للشهر العسل رجستري يعني هو بيصيروا يقولوا العرسين إذا ما بدوا ياخدوا مصاري لأنه نحن حكينا على هيدا الموضوع كأنه بيحق للعرسين يطلبوا مادة يعني أمور عينية مادية أو أنه لازم يتركوا الليست مرياج تجي على أي مكان أو أنه يكون يتركوا الأشخاص على راحتهم وهيدي كمان أصار في عليا لغة كتير كبيرة أنه نحن هيدا قصة الليست مرياج كيف بدي أقبلها في ناس حتى تتصلوا فيه أنه أنا ما بدي العالم تدفع لمصاري أنا ما بدي العالم ما بدي هدية من الناس وهيدا شي خاطئ ما بيصير لازم الناس تعرف أنها تنبسط فيك مثل ما أنت عم تدعيها هي لازم كمان تعرف ترد هيدا الهدية وهي يعني تعتبر من المناسبات اللي لازم الإنسان أنه يترك الآخرين إذا بديك يعبرو له عن بالزبط حبهم لقلو أو عن اهتمامهم فيه فهيدا الموضوع لازم نهتم فيه أنه نحن نترك العالم كمان تجي لعنا نترك العالم تكرمنا مثل ما نحن حبينا أنه يكونوا موجودين فإذا هيدا الريجستري بيستعيدوا عنا إذا كانوا العرسين عندهم بيوت يعني أورادي هني عندهم بيت شاريين بيت وفرشينه شو بدون يعملوا بيقدر يحطوا شيء اسمه هنيمون رجستري يلي كتير درج بأوروبا وبأمريكا يمكن هلأ نحن لأنه بعدنا بفكرة أنه ممكن نعمل بانك اكاونت لأنه هيدا العادة البانك اكاونت البانك اكاونت طالعا ماشي مش أنه ممكن هيدا الفكرة اللي بدألك يعني بانك اكاونت نحن استعدنا عنا عن شيء اسمه هنيمون رجستري لأنه فيه مصاري بتنزل بس الفرق بالبانك بالهنيمون رجستري كتير مهضومة بتحطي ليستا يعني مثلا مساج الديستينيشن التكتس بتحطي تفصيل بيحسوا حالهم قدموا شغلة معينة مش بمصاري ومعاركو حالهم مش قدمولي صحيح والأشخاص اللي بحطوا مصاري بحطوا مثلا أنا حطيت للمساج أنا حطيت لالتيكت أنا حطيت بقدر يكون من خمسين درار قد ما بريده العالم فكرة الاماونت أو فكرة يعني بالنهاية هي نفسها ولكن الواحد بحس حاله أنه عم يعطي يبعث مساج لها العروس والعريس هذه كتير مهمة لأنه أنت بدل ما تقولي أنا بانك اكاونت أنه أنا حطيت بسيك لأ أنا اشتريت لكم شغلة شغلة معينة يعني أنا دفعت بهالشغلة فكرت فيكن بهذه مضبوط فهوني على هنيمون رجستري ما بيكون موجود لا بالكارت ولا بأي مكان بيكون على الويب سايت طبع العرسين يلي هني وقت اللي بيعملوا العزيمة أو بيبقى ينبعث باتاتشمنت لتر إذا كان ينبعثوا الأمور بالإيميل فهوني بيصير الأشخاص حاسين حالهم أنه هني لا أنا دفعت لهم هالشغلة أنا دفعت لهم هالشغلة أنا دفعت لهم هالشغلة أكثر بكتير من أنه أنا بس عطيتهم مصاري أنا أعطيها الأد فإيكزاكلي ما بيعد رأم بيصير لعي معك شغلة تانية ما بدون ينسوا العرسين يعني بها الشهر أو بخلال شهر مكسيمم لازم يعملوا الـ thank you notes وأنا بلاقي أنه نحنا كتير 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 بعاد عن هذه الثقافة ثقافة الشكر ما بنشكر الناس على كتير إشياء بتطلب طلب من شخص بتلحي عليه بتلفني له 15 مرة بتطلب منه هالشغلة بيعملك الشغلة بتستكتر التلفني له وتقولي له شكرا كتير نحنا مقلين بثقافة الشكر يعني وهيدي شغلة لازم ننتبه لك كتير أكتر ممكن للأطفال أو للأشخاص الأكبر من أكبر سننا أو حتى للناس اللي بيشتغلوا معنا يعني بكل المجالات ثقافة الشكر نحنا عنا منع علي فإذا اليوم كعرسين من بعد ما أجو العالم لعنا من بعد ما هدونا ما بدي أنا يجيني شكر من شو اسمه اسم اس أوتوماتيك أوكي هيدا ما بيستعيد أبدا عن الشكر لأشخاص هني تلفنوا بعتوا ميسج بعتوا الإيميل متل ما عزمته بترجعوا بتتشكروا الناس هيدا كتير ضرورية رجاءا قليل الناس اللي عم تعملها أنا بعرف من الأعراس اللي عم بحضرها كمان الناس عم يعني ما بدي ناس آخرين يعملوا هالشي هيدا الوقت لازم يكون اتصال ومش ميسج ولا الميسج لازم يكون برسنل ميسج يكون برسنل من رقمك أو من رقم زوجتيك من رقم يعني زوجي لأحد الطرفين حسب مين بيعرف هذول الأشخاص بدون ما ننسى أصحاب أهلنا كمان اللي كمان أجل عنا وكانوا كتير يعني مهضمين وساهموا ب أحياء هذا العرس فإذا هيدا أول شغلي تاني شغلي بين الطرفين بدي بس أول شغلي أنه اليوم أنتوا عم بتعيشوا مع بعضكم يمكن مش كتير ناس عندها هيدا اللقجري أنه يعيشوا مع بعض قبل الزواج الله طبعا لحي نحكي عنا كتير ولكن أنتوا اليوم لحتعيشوا مع بعض فترة كتير طويلة خلاص العمر كله فإذا هيدا الفترة هي اللي بتحدد عاداتكم لهذا السبب رجاء بتكن تعرفوا أنها مرحلة جديدة لازم ننتبه فيها لأدق التفاصيل اللي كنا ننتبه له قبل الزواج مش من بعد الزواج بعد نعتبر أنه كتير أمور صارت خلاص أنه نحنا هلأ نعو ويكال لتكو يعني نقدر نبين عن أمور كتيرة ما قلنا بالعادي أنه نحنا نعملها الانتباه برجع بشدد على الرائحة وهيدي شغلة كتير ضرورية هذا ليس شهر العصل كل الوقت ولكن بهالخصوص بهالوقت لأنه في اليوم كتير أشخاص ممكن على هالأوقات يعني شوي نزلوا يتركوا حالهم يتركوا حالهم لهالأمور يرتاحوا أكتر من اللازم تاني شغلة نكون محضرين حالنا كتير منيح فيما يختص اللباس وليس بالضروري أنه كل الوقت نظلنا لبسين أبيض يعني أو عرائسية لحتى نكون نظلنا عرسين لا لازم يكون اللباس هو إذا بدك يعني مريحة للمنسبات للمنسبة اللي موجودة الابتعاد كلي عن العائلتين كلي يعني ما فيها نعمل شهر عسل عند أهله ولا شهر عسل عند أهله هذا مش لازم وحتى إذا كانوا الأرسين حابين يكون في عندهم حدا من الطرفين معهم الابتعاد عن هذه الفكرة وأعطاء الكابل مساحة كبيرة من الحرية كبيرة لأنه هلأ هيدا وقت لقلهم وهيدا كتير ضروري أنه نحنا نعملهم هلأ للأهل ما ضروري 24 مرة بنهار ولا لابننا 48 مرة بنهار كتير حلو أنه العروسين يتناوبوا على الاتصال بأهل الآخر كمانا إذا هي فياد بيدر بالاتصال بحميتها بأمه للعريس وبيه والاستفسار عنهم ومن ثم هو بيحكي معهم والعاكس صحيح فهذه أشي حلوى أما عند الأصدقاء فكمانا يجب الابتعاد شوي وأعطاهم مساحة كبيرة من الحرية لحتى أن يكونوا كمانا يشعروا بقربهم من بعض وهذه كمانا مهمة وهذا الوقت اللي عم نحكي عنه هو وقت بحددول عرسان وقت يمكن يعملوا ثلاث أيام وقت يمكن يعملوا جمعة ثانية نعرف نعرف الصبية والشاب أنه يحتفلوا بهذا الموضوع ولكن ممكن هن يعني العروسين يبادروا لأنه مشتقين لأهلهم يعني عادي أنه الواحد محل ما بيروح وحد ما بيكون الصور كتير بتملي الصفحات الفيسبوك أو أي صفحات يعني بالتواصل الاجتماعي كمانا نحن نحن كل يتوقع كان لازم يكون عم نقضي بالانسجام مع الآخر أو بالتعرف مع الآخر مش قاعدين على الفيسبوك ومش قاعدين بس ومونا تألهام كل المعازيم رح يعملوا على الفيسبوك من الصور مش عايزيننا يعني كثير وبعدين بتعرفي كاتيا نحن سايرين منعيش مش اللحظة سايرين منعيش شي بدوا يجي أو شي مرة لا اللحظة مع منعيشها لأنه دايما عندنا هاجس وكأنه نحط هذه اللحظة بصورة بكادر أوكي فينا نعمل مرة فينا نعمل مرتين فاقتصار العرسين نحن منقلهم مش أكتر من عشر صور بنهار عشر صور كتير بعتبر أنا أنه أخذوا صور شهر العسل اللحب تقول شهر العرس شهر العرس بعدين هن اللح يرجعوا يطلعوا كل هيتون فهيدي شغلة تانية هلأ كمان وقت اللحن بنكون موجودين مع بعضنا حلو يعني بدنا نقول أنه مش دايما فيكن اشياء بتصير معنا بتخالف إذا بديك الإشياء اللي نحن متوقعين بيصير معنا مشاكل مشاكل يعني مثلا بالحجز بالقودة بالتاكسي بكتير إشياء ما نحط كتير اللوم على أحد الطرفين وعدم الانتقاد بشكل كتير عالي لأنه بهالوقت كل حدا فينا أو كل حدا من هالطرفين بيكون هو عنده ستريس عالي يعني بيكون عنده كم عالي من التوتر كون إنه هيدا حيات جديدة وكون إشا جديدة ما عم نعرف نتصرف مش دايما عم نعرف نتصرف مش دايما لقطين إذا بديك كل جوانب بالموضوع ما نحس حالنا كمان كتير لحالنا فله السبب حب أنا أقول إنه إذا أحد الطرفين هو كتير بنق الامتناع عن هذه العادة فقط لأسبوعين تقدر بعدنا بيرجعوا إذا كانوا مقضين شهر العسل بالبلد ما نمسافرين أوقات كتير الأصحاب أو الأرايب بيرتقوا إنه تاني يوم يكونوا عم يعملون سوربريز إيلا هيدا أبدا نحن ما منشجعها وأكيد العرسل ما لاح يشجعوا الامتناع عن هذا الموضوع مثل ما قلت قد ما فينا يعني إلا إذا كان الصبي أو الشاب طلبوا الأهل لطارق بس إعطاء مساحة كتير كبيرة من الحرية ومن الأوتونومية يعني لازم يكونوا صاروا أشخاص لحالهم ننسيهم يعني ينسون فخلي هالكابل يكونوا لحالهم حتى لو كانوا كتير قرب مننا نمتنع عن هذه الرغبة بأنه نجيب أكل ونعمل ما بعرف شو والصبحية عند العرسين لا هيدا ما بيصير هيدا كانت قديما بالعادات والتقاليد اللي بعدها موجودة ببلدين عدي إنما نحن بهذا المنطقة في أوقات بلك العروس والعريس عندهم نفس الأصحاب وبحبوا هالشي أفضل إنه شوي ما هو هيدا المشكلة أوقات أصحاب العريس بيفجأوا العروس أصحاب العروس بيفجأوا العريس كون في واحد من الاتنين إنه شو عم بيصير دائما مفاجأات حلوية بس نحن نجرب نقول إنه كسر أمراري كتير كسر أمور لازم تكون موجودة بتروح على العروسين أوقات ملح ترجع بس هيدا الأوقات اللي نحن منعيشها بحرية تامة من كل قيود الاجتماعية يلي حوالينا هي الأساس فيما يختص شهر العسل شكرا لقالك وبروك على كل العرسين مرسي لقالكم كمان أنا عيد كمان أحدا تير بحبه عيد ميلاد أحدا إيه طيب رح نخليلي كيها أكيد بيعرف حاله وقفها لقوم نرجع منتابع علىيب خليكن معنا